مجزو أهم الأنباء أهلا بكم تعرض أحد مشايخ قبيلة سنحال لتصفية أمام منزله في صنعاء أثناء خروجه لأداء صلاة الفجر وفق ما ذكرته مصادر محلية وقالت المصادر إن الشيخ حسين علي حاتم تعرض للاغتيال بإطلاق النار عليه من قبل مسلحين في منطقة حزيز مشيرة إلى أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب ارتكابهم الجريمة فيما لم تبدي ميليشي الحوثي أن يردت فعل على الحادثة وسط تهامات بتورطها أصيب شاب نازح من الحديدة برصاص عنصر حوثي في محافظة إب التي تشهد فوضى عارمة وألاف الانتهاكات منذ سيطرة الميليشي عليها وقالت مصادر محلية إن المسلح الحوثي عرفات الرداعي أطلق النار على الشاب عبد الوهاب سعد الذي يمتلك محل سيرويس لتنظيف السيارات في شارع 22 مايو غربي المدينة بعد رفض عمليات ابتزاز ماليا يتعرض لها من قبل الرداعي والعناصر الحوثية بين الفينة والأخرى قتل ووصيب سبعة مواطنين جراء انفجار محطة تعبية غاز منزلي في محافظة أبيان مصادر محلية قالت إن مواطنين اثنين قتل ووصيب خمسة آخرون أثنان اثنان منهم حالتهما خطيرة إثر انفجار محطة تعبية غاز في حي المثلث بمدينة جعار وصل اليوم الخميس وفد عسكري مصري الرفيع المستوى للعاصمة المؤقتة عدن بحسب ما ذكرته وكالة سبأ الرسمية وقالت الوكالة إن رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي استقبل وفد عسكري الرفيع المستوى من جمهورية مصر العربية برئاسة لواء أركان حرب محمد اسماعيل عبد الفتاح حيث أشاد العليمي بالتطورات النوعية التي تشهدها مصر على مختلف الأصعدة وخصوصا في المجالين العسكري والأمني دعا نشاطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة إلكترونية شعبية مساء اليوم لمساندة العالقين اليمنيين الذين يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة منذ 22 يوما ويأتي إطلاق الحملة الجديدة والثالثة من نوعها في ظل تباطئ الإجلاء والظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها العالقون ختم الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة